اهلا بحضراتكم من جديد القادمين لما نشوف اللعبة دي مميزة تلعب مع الفريق الاول وايضا في متخب مصر الاول منورنا عبد الرحمن بنورك يا كابتن طبعا تشرفت بوجودك بوجوده مع حضرتك هنا في البرنامج اولا بنبارك لك على ضمامك النادي الاهلي الله يبارك في حضرتك خطوة مهمة جدا في حياتك طبعا خطوة مهمة جدا تكون النادي الاهلي مع انها كانت خطوة صعبة بس الحمد لله يعني يا ربنا وفقني في الخطوة دي وخطوة قياسة طبعا ايه صعبت صعبة ليه تفاوضات يعني كنت راح جاية اه كانت تفاوضات قاعدت كتير قوي بس الحمد لله تمت على خير يعني اه التفاوضات كان معايا كاريم الدبيس هو انتقل معاك هناك دجلة قال لي كان فيه مفاوضات من فترة من سنتين اه انت برضو في نفس مفاوضات معاك اه كان فيه كلام كده ومن سنتين يعني حتى كانوا بيتابعوني يعني بس الحمد لله السنة دي تمت يعني الحمد لله طب قل لي ميني كان بيتابعك من سنتين وحط طعنه عليك عشان يجيبك الناد له هو كان فيه كابتن كتير يعني كان اخر كلام كان كابتن شرف المساكنة دلوقتي في فرقة محمد شرف اه كان تكلمني اول ما روحت الفرقة اه قال لي اللي احنا كنا متابعينك وانا اتفرقت عليك من سنتين وكنا متابعينك يعني اه في النادي كله بيكلم عليك كويس واحنا الحمد لله السنة دي يعني الصفقة تمت وعايزينك كده ان شاء الله تشد حيلك يعني معنا المفاضات بقى لما تمت المرة دي مين الاول واحد اتكلم معاك اه او فتح المفاضات مرة تانية كان كابتن امير توفيق مدير التعاكلات في الناد له اه كلمك كان اتكلمني كان اتكلم وكيلي اه اه وقال له ان احنا عايزينه في النادي ووكيلي توصل معايا كنت انا في المنتخب في السعودية اه في بتولة الشباب العرب بتولة العربية اه اه فقال له انه بعد ما يرجع مصر هن هنزبط ونعد يعني مع بعض والحمد لله رجعت وقعدنا وصفقة تمت على خيري يعني الحمد لله ترجمة نانسي قنقر